موسيقى بعدين طبعا مؤمورية المسيح أحباء واضحة جدا اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم متى 28 في مرقل 16 اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها في إنجيل يحنى لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية في إنجيل يحنى كمان مكتوب لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم الرب يسوع تكلم على جبل الزيتون في أعمال الرسل الصحاح الأول آية 8 تنالون قوة وعندما يحل الروح القدس عليكم وتكونون لشهودا في أورشاليم يعني بتبتدوا من أورشاليم إلى أقصى الأرض وبعدين في إنجيل لوقة إصحاح 24 آية 47 مكتوب وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشاليم ثم أحباء واضح لما رفضوا المسيح كان في دينوني على إسرائيل مشبهة طبعا رمزيا بلعن شجرة التين وتطهير الهيكل وبكى يسوع على أورشاليم وتكلم بالدينونة على أورشاليم وذهبت إلى السبي وتشتتت هدم الهيكل وهدمت أورشاليم في سنة 70 ميلادي عنا في المدن الناصرة وعنا في المدن حول بحيرة الجليل وين لك يا كرازين يا بيت صيدة يا كفر نحوم هذه المدن أحباء هدمت وتمت نبوة المسيح بسبب رفضهم ليسوع المسيح فالمسيح فعلا جاء وكان واضح في إرساليته ترجمة نانسي قنقر